عظيم طيب لما هنا بقى بسأل النائب أمل سلامة كعضو في لجنة حقوق الإنسان فيه ناس يجي تقولك طب وهل هناك ربط مبين حقوق الإنسان لأنه الناس بتبص الحقوق الإنسان دي ساعة بتبقى نظرة من زاوية واحد لكن حقوق الإنسان هي منظور شديد الاتساع طبعا إيه الربط اللي ممكن يكون مبين لجنة حقوق الإنسان هنا بقى نائب أمل سلامة عضو هذه اللجنة وما بين هذا الحوار السياسي المفتوح لا طبعا فيه ربط أساسي بين الحوار الوطني لجميع أطياف الشعب ده حق من حقوق أي إنسان وطني أو شعب أو مواطن من الشعب بسيط إنه يتكلم عن مشكلاته في المجتمع سنواء مشكلات أو جميع الأطياف السياسية اللي تتكلم كحل مشاكل الدولة كسياسة أو حل مشاكلة اقتصاديا أو اجتماعيا فهذا حق لكل مواطن إنه هو من حقه إنه هو يشارك في بناء بلده فهذا دي حق من حقوق الإنسان حلو في منتهى العدل ومنتهى الحكمة ومنتهى القوة إنه نقول إن بلدنا دلوقتي أول مرة في عهد مصر إنه هو المواطن البسيط هناخد رأيه في حل مشاكل البلد هنشوف مشكلات المواطنين كلها جميع القوة دي سواء المؤسسات المدنية أو السياسية أو الأحزاب أو الطيارة السياسية أو الشبابية جميعهم هتطلع مخرجات ورؤة وأفكار تفيد الدولة